خرج أيضا رئيس الوزراء الكندي اللي كان ساند إسرائيل بقوة في البداية اللي يقول هذه قتل الأطفال بهذه الطريقة بشع واستمرار هذه الحرب شيء سيء جدا قالها قبل الإسباني قالها البلجيكي قالها الإيرلندي قالوها عدة بدأت تتزايل قالوها بعض الفرنسيين حتى ماكرون هو يتراجع ماكرون طبعا تراجع لأن نفهم بأن ما يقوم به الجنرالات الإسرائيليين والوزراء ونتنياهو هو لمصلحتهم الخاصة التي تعني الانتقام وليس لمصلحتهم العامة التي تعني حماية إسرائيل وحماية المصالح الغربية هناك اليوم هناك تناقض بين مصالح من يحكمون إسرائيل كنظام وبين مصالح الشعب الإسرائيلي في المجمل هناك تناقض لأن الذين يحكمون إسرائيل هدفهم هو إنقاذ أنفسهم على رأسهم نيتنياهو وبنغفير واسموتريتش إلى آخره إنقاذ أنفسهم مزيد من الدماء في غزة مصالح الغرب هو ليس مزيد من الدماء في غزة مصالح الغرب هو القضاء على حماس دون مزيد من الدماء وتقوية سيسي وتقوية بن سلمان وتقوية هذه هي مصالح الغرب تقوية الأنظمة العميلة الخادمة لها فهذا إشكال وإشكال كبير